موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخبار مثيرة مساء اليوم ونبدأ بهذه العنوين المهمة رسائل نارية من مارسي الكلار الى لاعب الاهن قبل مواجهة الزمالك في الصوبر الافريقي ونكشف عن موعد انطلاق النسخة الثانية من الدور الافريقي ولن تقام هذا العام كولر يمنح الضوء الاخضر لرحيل كهرباء وكهرباء يستعد للرحيل مدرب كاب فردي محمد صلاح يصعب مهمتنا امام منتخب مصر وتعرف على ابرز المعلومات على منتخب كاب فردي وطارق السيد رمضان صبحي يقترب من الزمالك في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة تترقب الجماهير المصرية بشكل عام مواجهة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك في المواجهة التي ستقام مساء يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري في منافسات نهاء الصوبر الافريقي وذلك في المملكة العربية السعودية وتلعب مباراة الاهلي والزمالك في السعودية في مدينة الرياض على حسب الاتفاق المبرم بين السعودية والاتحاد الافريقي لكرة القدم وتوقيت المباراة 27 من شهر سبتمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب المملكة ارينا في مدينة الرياض وحرص السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على عقد جلسة مع لاعب الفريق الاحمر من اجل الحديث معهم عن الفترة المقبلة ومواجهة الزمالك في الصوبر الافريقي في اللقاء الذي سيقام يوم 27 من سبتمبر وبدأ السويسري مارسل كولر المدير الفني في التحضير مبكرا لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة والمنتظرة وحصل على تقرير فني كامل وامكانية خوض مواجهة الزمالك ونقاط القوة والضعف لدى جميع اللاعبين وحذر السويسري مارسل كولر خلال جلسته من تكرار سيناريو الموسم الماضي في لقاء السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري والتخازل امام الفريق عيس فشل الاهلي في الحصول على اللقب وطالب الجميع بضرورة التركيز من اجل الحصول على البطولة هذه النسخة ان شاء الله من انياب نادي الزمالك تشفت تقارير اعلامية مغربية عن موعد بدء النسخة الثانية من بطولة الدوري الافريقي والتي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكافة ووفقا للتقارير ستبدأ البطولة في شهر سبتمبر من عام 2025 ولن تقام هذا العام نظرا للبطولات الكثيرة التي ينظمها الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم وخاصة بطولة كأس العالم للاندية والتي ستقام في يونيو المقبل 2025 وكان فريق ساندونز قد توج بالنسخة الاولى من البطولة بعد فوزه على الوداة في النهائي وحسب الحساب الرسمي لقناة الرياضية المغربية على منصة إكس فإن النسخة المقبلة ستشهد استمرار البطولة بمشاركة الاندية الافريقية البارزة ولم يتم الكشف عن عدد الفرق المشاركة في النسخة الثانية بعد أن شهدت النسخة الاولى تواجد 8 اندية هي الاهلي وصاندونز والتراجي والوداد وسيمبا وبترو أتليتكو وانيمبا ومازينبين يأتي هذا الاعلان في وقت تشهد فيه الاندية الافريقية نشاطا مكسبا في المنافسات الدولية إلى جانب المسابقات الدولية في المنتخبات الوطنية النسخة الأولى أقيمت العام الماضي وشارك فيها النادي الأهلي ولم يصل إلى النهاء كان النهاء بين ساندونز والوداد المغربي والذي توج به ساندونز في أول بطولة للدور الافريقي أحمود عبد المنعم كهربا يستعد للرحيل إلى نادي الحزم السعودي وقد منحه السويسري مارسل كولر منحه الضوء الأخضر لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام نادي الحزم السعودي بالتعاقد معهم مارسل كولر لا يمانع في رحيل كهربا كما أنه طالب التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز صفوف الفريق سواء استمر كهربا أو رحل إلى السعودية هذا القرار يأتي في إطار خطط كولر لتجديد الفريق حيث سبق وسمح برحيل كل من أحمد عبد القادر والتونسي محمد الضاوي كريستو مع تمسكه بالإبقاء على طاهر محمد طاهر ثم أيضا وافق على رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنزي كهربا شارك في 37 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي سجل خلالها 14 هدفا وصنع 6 أهداف آخرين نترك النادي الأهلي ونعود إلى منتخب مصر ومدرب كاب فردي يصرح بتصريحات نارية عيسو قال أن محمد صلاح يصعب مهمتنا اليوم قال بدرو بابستا المدير الفني لمنتخب كاب فردي أنه يعلم قوة منتخب مصر قبل موقعة الفريقين اليوم في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا حيث قال في المؤتمر الصحفي نعلم صعوبة منتخب مصر على استهاد القاهرة نعلم جيدا أن تكون هناك مبارتين بنفس الشكل ولكن بالطبع مباراة اليوم ستختلف عن مباراة أمم أفريقيا محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم المباراة ستكون صعبة بوجوده لأنه من الأفضل على مستوى أفريقيا والعالم ويستعد منتخب مصر اليوم إن شاء الله الساعة عشر مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في افتتاحية التصفيات المؤهلة لانهائيات كأس الأمم الأفريقية وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر نتعرف حاليا على أبرز المعلومات على منتخب كابفردي منتخب كابفردي منتخب قوي تعد هذه المباراة اختبار قوي للمنتخب المصري نظرا لما يتمتع به من قوة تأهل منتخب كابفردي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كودفوار بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته في بوركينفاسو وسواتيني وتوجوم جمع الفريق عشر نقاط من ثلاث انتصارات على سواتيني وبوركينفاسو وتوجوم لعب في مجموعة ضمت مصر وغانا ومزنبيق في كأس الأمم الأفريقية 2023 وجمع سبع نقاط من انتصارين على غانا ومزنبيق وتعادل مع مصر مما أهله لدور سومن النهائي تأهل إلى ربع النهائي ولكنه خسر أمام جنوب أفريقيا وبركلاتي الترجيح في تصفيات كأس العالم لعب في مجموعة ضمت الكاميرون وليبيا وأنجولا ومرشي وسوتيني خاض أربع جولات جمع سبع نقاط حتى الآن متقدما على ليبيا التي تملك نفس الرصيد وبفارق الأهداف فاز في مبارتين سواتيني وليبيا وتعادل مع أنجولا بدون أهداف وخسر أمام الكاميرون بدرو بوابستا المدير الفني تولى المسئولية منذ عامين كل لاعبي أو تسع لاعبيا من فريق منتخب أو من منتخب كاب فردي محترفين إما في البرتغال أو في بعض الفرق الأوروبية في الدرجة الثانية نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر اليوم وفي النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته